اشتركوا في القناة اليوم رانا في امتحان 2012 دورة 2012 للسنة الخامسة ابتداء الجلسة نحن حلو الفرنسية واللغة العربية والرياضية في ثلاثة كما جرت العاد نبدأ اولا بالفرنسية النص بعنوان الموايا دو كومينيكاسيون اجو دوي غراس الورديناتور الانترنت الغد من الجلسة نمتحكم نحن تريد حالا نحن تريد حالا تسرط للسيح المحل لحلالة نحن نحن يتروح تريد انجري تتكلم بصيحاتي نحن نحن في المدينة من المتحدة نحن 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 المتحدة والتصالة اليوم براجة إلى الهدف اليوم سيكون لديهز الخصوب دياز الحاسوب على انترنت موصولا بالشبكة الاتصال انترنت أو تليفون أو الهاتف النقال أو تليفون portable هاتف النقال يمكننا رسوة رابد من الانفورماشن يمكننا تلقي المعلومات بسرعة الأخبار والمعلومات بسرعة سرعب كل ما يحدث في العالم حول الجميع ما يحدث في العالم الانترنت سرعب يتجوني ومعصد رسوة الانترنت ساعدونا على رسائل وطلقي رسائل وطلقي الرسائل الاليلمترس الاليلمترس الهاتف النقال الهاتف افك االترنت تزيزش تزيزم في مغلات من العالي مال تزيزم وفي84 ربما يمكن أن يتصال ببعضة وخارس التواصل مع كل جدا في العالم Breakfast دعوا الإيقرار عل autobiهات التخليطيط والمشادة المترجم للقناة 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 تشرح لها أهمية وكيفية استعمال الهاتف المحمول أعدتها على التابل السابق استعين بهذه الكلمات يرسل، يتكلم، يتكلم، يستمع، فوتوغرافيه فوتوغرافيه صوار، جوي يلعب يرسل، 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 يتكلم، يتكلم، تجاهل، وموسيقى، 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 وموسيقى طيب، كما العادة هل تنتظر كل نص نقطة؟ إذا تزم، هل تربع على آية فراز؟ لا تتعاوزك، نص نقطة نصف نقطة نصف نقطة وكذلك لا تخلص على الموضوع نصف نقطة لا تخطأ نصف نقطة سلامة الخط الخط يكون سليم ومقرؤ نصف نقطة كذلك طيب نمر الآن للرياضيات دورة 2012 انتحان نهاية مرحلة تعليم الإبتداء تمني الأول اكتب الأعداد العشرية التالية على شكل كسر حولها إلى شكل كسر 6.443 935.0 46.068 3.56 7.1 2.20 7.1 7.1 فيها رقم 1 معناها العدد يكون فيه 0.1 معناها 1 نكتب العدد كامل بدون فاصيلة ونضروا 10 علىها 10 لأنه فيها رقم 1 بعد الفاصيلة 71 2.20 فيها رقمين بعد الفاصيلة معناها نضروا صفرين معناها ونكتب العدد كامل بدون فاصيلة 220 على 100 3.56 هي 356 على 100 46.06 نكتب عدد كامل بدون فاصيلة ونضروا في المقام 1.23 1.23 ثلاث أصفر 6.46 كيف كيف ثلاث أرقم بعد الفاصيلة ثلاث أصفر ونكتب العدد كامل بدون فاصيلة 953.0 عدنا رقم 1 بعد الفاصيلة معناها نديره العشرة ونكتب العدد كامل بدون فاصيلة والصفر خليه هنا ملاحظة مهمة الصفر ما يروحه عشان خليه 9530 على 10 80 الثاني قطعة أرض طولها 140 متر وعرضها نصف طولها العرض تحتها نصف طول أحسب المساحة أول خطوة نحسب العرض العرض 140 تقسيم 2 هي 70 معنى العرض تحتها 70 المساحة تسوي الطول في العرض معنى 170 140 في 70 تعطينا المساحة 140 تقسيم 2 صبنا 70 70 هو العرض العملية أفقيا عموديا طيب وم بعد 140 في 70 لحساب المساحة تعطينا 9800 مساحة الأرض 9800 وما ننساش متر مربع المساحة تخرج بالمتر المربع العملية أفقيا عموديا صفر 25 أفقيا صفر 25 يكتب الجواب عرض القطعة هو 70 صفر 25 وم بعد العملية الأخرى صفر 25 وهكذا حتى يتحصل على نقطة ونصف تمرين اللي بعده تمرين الثالث تنطلق مباراة في كرة القدم على الساعة الخامسة وخمسة وأربعون دقيق مساء وفتح باب الملعب قبل انطلاق المباراة بخمس ساعات ونصف قبل أن تبدأ المباراة بخمس ساعات ونصف فتح باب الملعب السؤال كم كانت الساعة عند فتح باب الملعب طيب بداية المباراة على الخامسة 45 وهما قبلها بخمس ساعات ونصف معناه الخامسة وخمسة ونصف النقص لها خمس ساعات ونصف نصيبوا وقت فتح الملعب وما ننسوش باللي الخامسة مساء معناه السابع عشر هذه ما نغلوش فيها الخامسة مساء السابع عشر الخامسة صباحاً نقص لها خمس ساعات وثلاثين دقيقة لاحظ خمس ساعات وثلاثين دقيقة خمس ساعات وثلاثين دقيقة معناه فتح باب الملعب على الساعة الثانية عشر وربع وخمسة عشر دقيقة طيب طيب تمرين لبعد أرسم مستقيمين متعامدين أرسم مستقيمين متعامدين في النقطة A في النقطة A متعامدين معناه شكله زاوية قائمة هذه هي النقطة A متعامدين في النقطة A عين النقطة B على أحدهما تبعد عن النقطة A بربعة سنتيمتر النقطة B تبعد عن النقطة A بربعة سنتيمتر هاي بي بحيث من اللهنة كينة ربعة سنتيمتر عين النقطة C على المستقيم الآخر وتبعد على A بثلاثة سنتيمتر C هاي C بصحة أن يكن ثلاثة سنتيمتر طيب صل بين النقطتين B و C B و C ها وصلنا بينهما طيب ما نوع المظلع الذي تحصلت عليه؟ تحصلنا على مثلث تحصلنا على مثلث قائم تحصلنا على مثلث قائم في النقطة A مثلث قائم في النقطة A طيب التمرين الرابع للمسألة المسألة 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 إذ ما جاء تقول بمناسبة عيد الشجرة قامت مصلحة الغابات بغرس 230 شجيرة كارز 430 شجيرة لوز 540 شجيرة زيتون أحسب عدد الإجمالي للشجيرة دائما يقول لك العدد الإجمالي الكلفة الإجمالية عملية الزائد معناه 230 230 زائد 430 زائد 540 هذا هو أن نتجمعهم في 3 0 36 14 23 7 15 معناه 1200 شجيرة العدد الإجمالي للشجيرات المغروسة 1200 العمل يديرها عمودياً وأفقياً ويكتب الجواب العدد الإجمالي للشجيرات 1200 والوحدة شجيرة أنا أنا نحسبه في الشجيرات الوحدة شجيرة طيب بعد الغرس قام العمال بسقي المغروسات حيث استفادت كل شجيرة من 23.5 لتر من الماء أحسب كمية الماء المستعملة في السقي عدنا 1200 شجيرة كل شجيرة استفادت من 23.5 معناه 1200 في 23.5 نربح الوقت نحسبها بالآلة الحاسبة بسرعة 1200 في 23.5 تعطينا 28.220 لتر 28.220 لتر من الماء العمالي يتعذر باديدنا أفقياً وعمودياً ويكتب الجواب كمية الماء المستعملة في سقي الشجيرات هي 28.220 لتر ما تنساش الوحدة لتر لأننا نحسبه في الماء سؤال آخر بعد عام من العمالية لاحظوا أن 23 شجيرة من شجيرات الكارز قد تضررت ويبست يبست 23 شجيرة من الكارز أحسبت الشجيرات الغير المتضررة في الكارز شجيرة الكارز أشعال 230 230 شجيرة الكارز يبست منها 23 معناه ناقص نستلف 10 10 3 7 4 1 3 0 2 2 يدير العملية أفقياً وعمودياً يكتب الجواب عدد الشجيرات الكارز الغير المتضررة هي 207 ماذا؟ 207 شجيرة الوحدة هنا هي الشجيرة بارك الله فيكم أنا حلنا الرياضيات الآن الروح للغة العربية الروح للغة العربية دورة 2012 النص إن الجزائر بلد يزخر بروائع المناظر ويكتب بجميل المشاهد وعظيم الآثار فهو يستقبل زائره بالسهولة الشاسعة والجبال المغطات بالغابات المتنوعة والسهول الممتدة على ضفاف البحر الأبيض المتوسط والشواطئ العديدة ذات الرمال الناعمة أما الصحراء فهي عروس الجنوب تستضيف القادمة إليها بكثبان الرمال اللامعة كأنها أكوام من دقيق الذهب قائلة لضيوفها يا زائر تفضل وتمتع بمنظر غابات النخيل الكثيفة وبصفاء المياه العذبة التي تصر الناظرين وبخرير المياه الذي ينعش السامعين فأينما توجه الزائر في الجزائر يكتشف البهاء ويتمتع بروعة الجمال ويعاوده كلما غادر الجزائر للرجوع إليها ثانية جديد يا عبدالغاني سؤال أول ضع عنوان مناسب للنص عنوان مناسب للنص ممكن جمال بلادي بلادي مناظر بلادي المهم يختار عنوان يدل الأشياء اللي قرناه في النص سؤال ثاني بما شبه الكاتب الصحراء الجواب شبه الكاتب الصحراء بعروس الجنوب بعروس الجنوب سؤال اللي بعده استخرج من النص مرادف الكلمتين التاليتين الواسعة والحلوة قال لك من النص مرادفة الواسعة مرادف تحى شاسعة واسعة شاسعة حلوة مرادف تحى عذبة عذبة حلوة سؤال اللي بعده سؤال اللي أعارب ما تحته خط في النص إعراب إن الجزائر الجزائر اسم إن منصوب على ما تنصبه الفتحة الظاهرة على آخره اسم إنه يكون منصوب وخبرها مرفوع من دقيق الذهب لاحظ الذهب قبلها كلمة ناكرة معناه مضاف إليه المضاف إليه كلمة تشرح وتبين وتزيل إبهام الكلمة التي قبلها من دقيق ماذا من دقيق الفضة من دقيق القمح من دقيق الذهب معناه الذهب مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهرة على آخره شوفوا في الإعراب إذا أذبوا عرب ومكة مضاف إليه اسم إنه عليهم نصف نقطة نصف نقطة طيب سؤالي بعد حول الجملة التي ما بين قوسيني في النص إلى المثنى فأينما توجه الزائر في الجزائر يكتشف البهاء ويتمتع بروعة الجمال فأينما توجه قبل ما نحول نشوف الجملة بأي ضامن ري مكتوبها فأينما توجه معناه هو ري مكتوب بهو نحولها للمثنى المثنى تعالغائب اللي هو هما معناه نحولها إلى هما راح تولي لي فأينما توجه الزاء فأينما توجه الفعل راه هو الأول الفعل لا يتحول في البداية فأينما توجه الزائران في الجزائر يكتشفان البهاء ويتمتعان بروعة الجمال فأينما توجه الزائران في الجزائر يكتشفان البهاء ويتمتعان بروعة الجمال شوفوا في التصحيح فأينما توجه الزائراني نص نقطة يكتشفاني السفة الخمسة وعشرين ويتمتعاني السفة الخمسة وعشرين باش تولي لنا كامل نقطة طيب سؤال لي بعد انقل هذا الجدول ثم اكمله بالمفرد المناسبة استخرج من النص فعل مجرد فعل مزيد صيفا وجمع مذكر سالي طيب فعل مجرد عدنا يزخروا زاخرة يزخروا فعل مجرد هذه لي اعتقى المضارعة من حسبوهاش زاخرة فعل مزيد يستقبلوا استقبل فعل مزيد صيفا الناعمة الشاسعة جيد جمع مذكر الساليب الناظرين السامعين جيد الناظرين السامعين الوضعية الإدماجية قمت بزيارة الى احدى المدن الجزائرية الجميلة في العطلة حرر فقرة ما بين ثمانية الى اثنى عشر سطرا تصف فيها ما شهدته من المناظر الجميلة مشوقا الناس لزيارتها مستعملا في ذلك ان او احدى اخواتها وكذلك الصفة طيب اذا استعمل منه هذا المطلوب انه اخواتها وصفة اذا استعمل انه اخواتها وصفة عنده صفة 25 اذا كان الخط واضح ومقرؤ صفة 25 استعمل الشواهد القرآنية احاديث ولا شعر ولا قرآن صفة 25 اذا التازم اكتب من ثمانية الى اثنى عشر سطرا وما مدرش اقل اكثر عنده نص نقطة ما خرج عن الموضوع ما خرج عن الموضوع عنده نص نقطة بارك الله فيكم لا تبخل علينا باعجاب وجامل الفيديو كذلك الاشتراك في القناة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك ربي واتوب اليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته